يا مساء الخير عليكم متابعينا متابعي جريدة وموقع أهل مصر في كل مكان معكم سعادة ديب من محافظة بورسعيد بورسعيد تتولى فيها الأحداث اليومين دول كده جايين كده يعني بنبقى عاديين فاضيين وفجأة نلاقي كله وراء بعضه حوادث وجرائم لكن النهاردة هنحكي وهنرجع تاني لقضية السيدة البورسعيدية المتهمة بتخدير ابنها لبيع أعضاء هنكون معنا النهاردة تفاصيل جديدة في الواقع من محدد طحيات النيابة أو أقوال المتهمة طبعا هنرجع وهنقول وهنفكركم بموضوع السيدة اللي تم القبض عليها واعترفت بأنها كانت على علاقة بالشخصيات الموجودة في القاهرة في قضية شبراء الخيمة اللي هم بيعملوا فيديوهات على النت وبيبعثها لهم علشان مش يقوموا بتخلص من أبنائهم لا بيصوروهم فيديوهات وبيبعثوها مقابل فيديوهات دي بيحصلوا على أموال باهزة ملايين الجنيهات السيدة دي كانت تواصلت مع أحد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وطمعها بمبالغ هتدي مخدر لبنها هتدي له علاج وأدوية معينة وبعد كده هتصور أعضاءه وهتبعثها وهتغد عينة منه وتعمله تحاليل وكل خطوة كانت تعملها كانت بمليون جنيه وبعد كده تتعدى المليون العبارة الموضوع طبعا تم الأبضع لها والكل طبعا زي ما قالوا الأول أن هي أنهت حياة ابنها وطبعا كان ده عبارة عن موضوع عاري تماما من الصحة لكن هي موجودة وقلت لكم أن أنا تواصلت مع زوجها وكان طبعا أول سؤالي ليها ليه أنت عايز منها أو تتمنى لها إيه واللي كنت أتوقعه أن يكون رده أول حاجة يقول لي أن أنا أطلب الإعدام لها لأنها كانت هتحرمني ابن ابني سامي اللي عنده 8 سنوات وكان عندها بنت اسمها ماسة 10 سنوات لكن هي كانت بعد ما هتتخلص من ابنها كانت هتشتغل على ابن خالتها الولد الصغير اللي هو في عمر ابنها والمتهم اللي ممسوك في شبرى الخيمة كان بيقول لها شوفي ضحية تانية بعد ابنك فقال لي زوجها يعني ما كانش الرد المتوقع منه يقول لي كده فقال لي إن شاء الله القانون ياخد مجرى وخلصت حديثي معاه واللي قال فيها أن هي كانت سيدة بتعشق المال وما كانش يتوقع ويتخيل إنها ممكن تبيع ابنها وتنهي حياته مقابل الفلوس وخاصة إن هي كانت عيشة عيشة مش عايزة تعيش عيشة أهلها وكانت مدوقة مامتها جدا وكانت علاقتها سيئة بيها لدرجة إن مامتها لما هي انفصلت عن زوجها وطلبت الطلاق وأصرت عليه بالرغم إن هو كان رافض تماما وكان عايز يعيش مع أولاده ومراته لكن اضطر إن هو يطلقها بإسرارها فمامتها شافت إنها غير أمينة على الأولاد فبعد ما كان نازل وطلع ومش عايزة حد يقول لها أنت راحة فين أو جاية منين فمامتها أخدت الأولاد ودتهم لزوجها الزوج طبعا كان مبسوط إن أولاده معاه لكن هي علشان بتحصل منه على نفقة راح اتأخذت الأولاد تاني وخاصة إنهم كان مؤجر لهم شقة مفروشة بيدفع تماماها ألفين جنيه في فاطمة الظهراء فبالتالي لو هو أخذ الأولاد مش هيدفع تماما الشقة المفروشة لها وهي كانت عايزة تعيش لوحدها بالأولاد الزوج قال كمان زي ما بفكركم إن هي حاولت تتخلص من حياتها مرتين واتصلوا بيها الجيران وقالوا له زوجتك في المستشفى ورحلها طبعا بالرغم إن هو كان مطلقها من ثلاث سنين إلا إن هو برضو بيقول ما كنتش عارف إيه الأسباب اللي كانت عايزة تنهي حياتها فيها طبعا برضو برجع وبقول لكم وبفكركم الجديد عندنا النهاردة حكاية الفيديو اللي لقوه على الواتساب بتاع الشاب بتاع شبراء أو اللي تخلص برضو من فتى صغير أو ولد صغير في شبراء فلاقوا معاه طبعا بفحص أجهزة المحمول بتاعته لقوا معاه فيديو يخص هذه السيدة البورسعادية اللي بعد تقوله هو يكون مقطع فيديو بس مباشر كان طلبه منها وقال لها تعمل بس مباشر وهي مسكة مشرت وكان طالب عارض عليها 2 مليون جنيه مقابل إن هي تجيب له فص كلا من جسم ابنها رفضت الأول وفقت وبعدين رفضت فأغراها بأكتر بأم 4 مليون قامت موافقة وأثناء العملية خدرت الولد وقدته مخدر بزيادة والولد كان راح فيها غلاص وهي شغالة بس مباشر معاه وقال لها يلا وقبل ما تنهي حياة ابنها الولد فأ الولد قال لها أنت بتعملي إيه يا مامو ما كانش أعارف هو بيحصل فيه إيه لكن الولد حصل له عملية أعياء تام وفضلت محتارة به في التوقيت ده كان المتهم اللي موجود في شبرى الخيمة كان تم القبض عليه فطبعا ما قعدش فيه تواصل بينها وبينه خالص نهائي غير إن هي كتبت له على الواتساب بتاعه منك لله هتوديني فدهية وبعد كده ما عرفتش تتواصل معاه فضل ابنها معاها من بالليل غالي الثاني يوم الصبح الولد في حالة إعياء تام هي طبعا مزهولة ومش عارفة هتعمل إيه المصدر اللي هي بتعمل عشانه ومش عارفة تتواصل معاه ومش عارفة إيه الموضوع نزلت بالولد الثاني يوم راحت به مستشفى آل سليمان اللي اكتشفوا أن الولد أخذ مخدر زيادة وطبعا في التوقيت ده كانوا شافوا الموبايل بتاع المتهم اللي موجود في شبرى وشافوا مقطع الفيديوهات اللي كانت بس مباشر وهي مسكة المشرط وبتنهي حياة ابنها علشان تبيع الكلية بتاعته باربع مليون جنيه آآ طبعا تم الأبضى عليها في اللحظة دي لأنهم جابوا الفيديوهات عن طريق الموبايل الخاص بفتا شبرى وتم الأبضى عليها أخذوها 23 يوم تماما في القاهرة كان بيجري معاها تحيات هي وكان معاها الولد الصغير البنت كانت عند أحد قرأيبهم أو عند حد ما يعني شخصية كده الأب عارف يوصله وجاب منه البنت وأخذها بمحضر رسمي من اسم الشرطة لكن كان بيسأل ويبي يتسأل ابني راح فين ابني راح فين مكانش عارف الولد فين لغاية ما تم ترحيلهم لمحافظة بورسعيد بعد 23 يوم يوم الخميس الماضي لا إلا قابله بالضبط قبل الوقع مات امتشر على مواقع تواصل اجتماعي بيوم كانت هي موجودة هنا في محافظة بورسعيد واستدعوا الأب وبدأوا يحققوا معاها اللي كان مزهول ومش متوقع إن الأم تقوم بهذا العمل الإجرامي وكانت عايزة تنهي حياة ابنها دلوقتي الأم طبعا تجدد لها 15 يوم على زمة التحيات وتم فحص الموبايل الخاص بيها واللي أثبت أو تأكد بوجود مقاطع فيديو لا تتعدى ثواني كانت بتبعتها على الشخص الموجود في شبرى الخيمة واللي كان متواصل مع اللي موجودين في الكويت يعني هي شبكة كلها على بعض كده فلقوا مقاطع الفيديو ده على التليفون بتاعها التليفون اللي زوجها قال أنا كنت شريه لولادي علشان أتطمن عليهم مش شريه علشان هي تصور بيه فيديوهات وهي بتخلص على حياة ولادي يبدل هنا موقف الزوج في حالة من التساؤلات نبدأ نتسائل الزوج مطلوب منه طبعا برضو عشان أفكركم أن السيدة دي هتسافر في خلال أيام علشان هتبقى هي الشاهدة الأولى على فتى شبرى أو القضية المعروفة بفتى شبرى هي الشاهدة وخاصة أن هي عندها على الموبايل التواصل معاه وهو نفس الموضوع عنده على الموبايل بتاعه الفيديوهات بتاعة التواصل معها يعني هما الاتنين شاهدين على بعض فهي هي اللي هتكون الشاهد الوحيد في القضية دي واللي هتروح كشاهدة إثبات في قضية شبرى الخيمة هترجع بعد كده إن شاء الله يوم اتنين ستة يوم الحد القادم هتبقى القضية أولى جلستها اللي هيتم محاكمتها هنا في محافظة بورسعيد واللي المفروض إن النيابة العامة بتطلب منه الأب إنه يقوم بتوكيل محامي علشان الطفل علشان حق الطفل فلسه مش متخيلين نجاة الوقت طيب هو الأب ليه رافض يا أي محامي طيب الأب يعني في حالة برضو يعني أنا وأنا كلامي معاه وحديثي معاه برضو إداني نوع كده من وقفة كده أبدأ أقول هل الأب مازال بيحب زوجته؟ بدليل أنا يعني لما أقول واحدة بتخلصني من ولادي أول حاجة لما أقول لك أنت بتتمنى لها أي تقول لي ده السؤال الطبيعي لكن تقول لي القانون هياخد مجرى معها وتتحسب حسب القانون طب ما هو لو جاب محامي هياخد حق أولاده ما هي هيبقى معوها محامي هيجيب لها يعني حكم مخفف ممكن تاخد عشر سنين ممكن تاخد خمستاشر سنة لو جاب محامي ممكن تاخد مؤبد عشان هيجيب كانت شروع في أكل يعني كمان ده هي سواني سواني لو ما تمش القبض على الولد اللي في شبرة كان فاتها خلصت على ابنها وبعت الكلية بتاعته باربع مليون يعني أنا مش عارفة أنت أي نوع من البشر لغاية الوقت أنا مش متخيلة أن في أم كانت هتيني حياة ابنها وتبيع كل حاجة فيه بملايين ملايين الدنيا مش هتغنيك عنده في رعايل من عيالك وبقول للأب وبوجيه له رسالة من خلالنا هنا من موقع أهل مصر وخاصة أن أنا الوحيدة كان ليا لقاء معاك عن طريق التليفون وتكلمت معاك وقلت لك حق أولادك قال لي طماما كده كده هم مفهودني وحق ربنا لجعهولي وحق ربنا جابهولي مجرد أنه ابني ربنا حماه يبقى كده ربنا جاب لي حق ماشي لأ ربنا جاب لك حفظ لك على ابنك ربنا كشف عنها غطاء ستره علشان يقول لك فتح عينك خلي بالك من ولادك وكمان طالب حقهم مش تقولي القانون هيجيب لهم حقهم أي محامي هيضحك عليك بالمحامي بتاعها هيضحك عليك وهيقولك خلاص احنا هنجيب لك حقك احنا اللي هنقف عندك ده هم واقفين معاها انت فين محامي بتاعك فين محامي ولادك بلاش مش بتاعك انت محامي ولادك فين انت لازم علشان تثبت انك فعلا نسيت السيدة اللي كانت هتخلص لك على ولادك خلاص وقصتها انتهت من حياتك توقف محامي لولادك تجيب حق ولادك محامي الطفل اللي الطفل اللي كانت عيل صغير بيقولها مجرد ما فأم البنج وهي كانت خلاص مسك المشرط وبتخلص عليه قال لها انت بتعملي ايه يا ماما هو في ايه براءة الاطفال في ايه يا ماما طبعا عمره ما يتخيل في حياته ان مامته كانت خلاص كلها ثواني وكانت هتقضي عليه عشان تبيع الكلية بتاعته باربعة مليون جنيه وكانت كل خطوة بتعمل المخدر اللي هيفضل في جسمه العمر كله ويأثر على جميع اعضاء جسمه يعني يعني بوزت الدنيا خالص بوزت حيات ابنها ايه انت كنت انا مش لقيا لقب اقول هولك طبعا انت مش ام الام مش كده خالص الام لما ابنها بيتخربش بيتخدش قلبها بيوجحها الام لما بتلاقي ابنها وقع بتقول اي قلبها اللي بيوجحها الوقع بتيجي في قلبها الام الام دي حاجة ربانية شعوري الامومة ده شيء رباني احنا مش هنتعلمه فيه ام تبقى جحدة وممكن تطلع قسي على ولادها وبتبقى يعني ما بنقولش عليها ام خالص لكن معروف الجنة تحت اقدام الامهات الصالحات والصالحات دي تحتها ميت مليون خط 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 بالله احمر الصالحات الصالحات اللي بيت اول حاجة بتحافظ على ولادها بتعلمهم صح بتربيهم صح بتعلمهم المبادئ والجين والاخلاق ونرجع واقول هي ايه متعلمة ايه دي معها ازهاري سنوية ازهارية يعني بدل ما تمسكي المصحف وتعلمي ولادك يقروف المصحف انت كنت مسكة مشرط وبتخلصي على حياة ابنك بيه ثواني هي ثواني فرقة ما بين الموت والحياة زي ما بيقولوا انك انت المصدر بتاعك اللي عملاله بس ومباشر خلاص اتقبض عليه والتليفون تصادر وانت معرفتش توصليله معرفتش تكملي جريمتك صح الولد وفاء والمشرة في ايديها والراجل بيقولها كملي والراجل بيقولها كملي خلاص هو خلاص وصل للحظة اللي هو محتاجها عايزها عملاله بس ومباشر ويا بتني حياة ابنها وصل للحظة دي وقال لها كملي اللحظة اللي الولد فاء وقال لها في ايه يا ماما اللي بيحصل يا ماما في ايه واللحظة اللي هو التاني المتهم او الجاني هي الأم جاني على فكرة مش هو اللي جاني بس تقبض عليه وتمسك موبايله ومعرفتش تتواصل معاه نهائي فبدأ قعدت بابنها جنبها الخلق هو طبعا برضو كان فيه سؤال ودايما بيراودني وبدأت أقول مش متعاطفة معاها بس قدت ألواتة سأل وأقول ممكن تكون كانت بتسيرهم لحاجة معينة تاخد فلوس تاخد فلوس ومجرد ما يقولونها خلاص خلاصي عليه وإني عاياته تقول لهم لا أو يعني هتنهي علاقاتها بيهم وتبقى أخدت فلوس أو بتضحك عليهم ده اعتقادي كأم أنا وأي أم هتفكر كده حتى تفكير في ده غلط أصلا أنك تفكري في أنك أنت هتبدأ الخطوة دي معاهم وتصوري وتبعاتي والصور وتحليل وعينات ده غلط لكن أنك أنت بدأت أقول إيه طب ما هي نزلت ابنها واديته مستشفى قال سليمان يعني طب منين مخدريته ومنين منزلها عشان يتعالج عشان هي قطعت علاقتها أو صلتها بالمصدر مش بمزاجها لأنه تقبض عليه فما عادش فيه وسيلة تواصل بينها وبينه طب هتعمل إيه طب أنا هعمل إيه دلوقتي أو صلهم إزاي ما فيش غير إني فهو ابني وكأني ما فيش حاجة حصلت هل تتوقع أنه هو تم القبض عليه في قضية تانية في شبرة الخيمة ما تتوقعتش ده فضلت مفكرة أن ربنا ساترها عمري ربنا ما يسترك وانت بتعملي جريمة بشعة زي دي ده انت بتني حياة ابنك انت فاهمة يعني إيه أنا أنا وبقول للقبض دي لو تلعت بعد عشر سنين وخمستاشر سنة ممكن تأمن على أولادك معاه يعني ممكن تديها الأولاد وتأمن على حياتهم تبتيجي ازاي هل ينفع لما انت مش عايز تأين محامي بتقول القانون ياخد مجرى وتتحاكم يعني هيبقى هي اللي معاها المحامين ولادك ما عندهمش محامي المحامي كان ربنا لما نجلك ولادك لما تقول ده تبنا جيب حق أولادي أول حاجة كنت توقعها منك وردك لازم تقولي دي تستحق الإعدام دي مجرمة ولازم تتعاقد وتكون جايب محامي انت ما شاء الله عليك واضح انك انت متأسل الحال على فكرة في محاميين كمان عرضوا عليه ان هم بالمجان يتولوا القضية علشان هم نفسهم متضايقين التفل ده كان زمبو ايه كانت حياتها تخلص في يوم وليلة في ثانية ومن ايه من امامته امامته اللي هتخلص عليه طب ايه نا احنا متبرعين يا جماعة احنا هنروح ندفع عن التفل ده طالما أبوه بيقول القانون ياخد مجرمة القانون يعني انت فعارف يعني ايه القانون ياخد مجرمة ان الام دي معاها محاميين ايا كان هي تاخد حكم ايا كان لو انا بحكي القصة دي اي حد في الدنيا طفل صغير وبقول له كده حدوتة بقول له له حدوتة كان يا مكان كان فيه واحدة بورسة عدية قالت انا عايزة فلوس وطبعا كانت عاملة مشاكل مع جوزها وحبت تنفاصل عنه واخدت ولادها وكانت مش عايزة حد يحاسبها لانت راحة فين ولا جاية منين كان كل حياتها شغلها الشغل المال اتعرفت على حد قالوا لها طب هناخد ولادك منك انا هقول للطفل الصغير مش هتخلص على ولادها ولا هتموتهم قالص ماينفعش اقول لطفل صغير الكلام ده انا هقول له للطفل الصغير قالوا لها هنشتري منك ولادك ونديك فلوس قالت لهم ماشي انا هسأل الطفل الصغير لو انت سمعت حاجة زي دي او ممتكة تعمل حاجة زي دي انت ممكن تزعل انت ممكن لو ممتك بتتحاكم هتطلب اي حكم الممتك والله انا اطلب لها الاعدام لو حد هيشتروا ولادها هيشتروها منها يربوهم مش يخلصوا عليهم ده حدوتة بس حدوتة اسية من المجتمع الاسي اللي احنا عايشين فيه من السيدة الازهرية اللي معاها سنوية ازهرية ومش عارفة مش عارفة بدل ما تقعد مع اولادها تقرأ قرآن وتعلمهم القرآن مش عارفة انا مش عارفة انت اي نوع من البشر وده هيبدل اسألك انت اي نوع من البشر مش لقي كلام ولا لقي لفظة اطلقه علي عليكي انك انت زي ما بقول كده القطة لما حد بيخربش عيالها بتاكلوا بسنانها القطة بتحمي ولادها القطة بتخلي في سبعة صح وممكن اكتر كمان فلاقيها حضناهم يمكن انا برضو صورت فيديوهات في الشارع لما بتلاقي دوشة كده وهي قاعدة وهم عاديين يرضعوا منها فلاقي رجليها اللي اربعة اخداهم حضناهم الرجليها اللي اربعة الاتنين الرجلتين من هنا والرجلتين التانيين من ناحية التانية وحضنا ولادها وعملت بص بعنيها شمال ويمين علشان لو حد قرب منهم لما بتلاقي حد كمان بيعاكسهم وهم بيرضعوا بتنونوا وبقى بصرخها اللي عايزة تقول له انت عامل دوشة ليه سيبهم يأكلوا سيبهم يشربوا دي القطة الحيوان الأخرص اللي ما بتتكلمش لكن بتحس عندها شعور كده وبتحس بتخاف على ولادها اللي يهبش ولادها بتاكلوا بسنان وفية عندها أنا أنا ممكن ادي محاضرة للبنت ما عندهاش وفاء لأمها زي مسلا هنقول قضية نورهان البنت اللي اتخلصت من أمها مع عاشقها بنيدي محاضرات ونتكلم وندي ونقول السلوك وخلوا بالكم من ولادكم بس هنقول وارجع واقول مواقع التواصل الاجتماعي فيه اللي بيستغلها صح وفيه اللي بيستغلها غلط مش الصغيرين بس ما ها الأم أثبتت انه الكبار ما هي تواصلت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بالله قالوا عليهم دا كترة ويبدأوا بقى يدخلوا بقى تاب صورينا أولادك تاب صورينا أجزاء من جسمهم تاب هنشتري دا تاب هنحط دا تاب ايه كنت فين وانت أصلا دخل الموقع دا أكيد مكتوب عليه اسمه انت كان فين عقلك وانت دخلها كنت دخلها على أساس ايه هتبيعي نفسك هتبيعي عضاء جسمك انت دا هو للأطفال الصغيرين ومحددين من سن ايه وليهم صفات معينة وليهم كده حاجات يعني بيبقوا طالبين سن معين وصفات في الأطفال يعني أنا سمعت كمان بيقول ممكن ياخدوا بلاد الشوارع قال لك لا هم بياخدوا أطفال معينة بتصور ماشي معاهم تمام طب ابدأ يسحبي عينة لا ابدأ يعملي تحاليل ابدأ بعتلنا طب اعملي فيديوهات كانت بتاخد الولد على لجليها وتقعدوا وتعمل الفيديو مقاطع فيديو لمدة ثواني وتبعتها لهم هتبدأ بحاجة صغيرة تاني يوم أكبر شوية بعد كده أكبر بعد كده الفجعة الكبيرة امسيكي مشرط وطلعي بس مباشر ويلا بقى احنا عايدين فص من الكلا ده بربرة بالأول لتنين مليون لأ مش عاجب لأ مش هعمل طب خلاص بقم بربعة من هنا تشجعت وتجرأت الفلوس جرأتها على ابنها مش عارفة برضو مش قادرة أتخيل إن ممكن في قلب أم يعمل كده قلب الأم وعمره ما يعمل كده أنت إنسانة بقى زي ما زوجك وصفك بالنجاح ده بتحب المال مهما كان حبك للمال مش هيوصلك لده أنا نفسي أوس يعني أسألك سؤال أنت وابنك فاء أول ما فاء وانت مسك المشرت وكت شغالة بس ومباشر وبتكملي وقال لك فيه يا ماما حصل إيه كان شعورك إيه لما لولد فاء كده قدامك حبيبك ده ناقي اللي حتة منك فلزت كبدك زي ما بنقول فاء كده وقال لك فيه يا ماما إيه اللي بيحصل احكي له بقى وقل له إيه اللي بيحصل عمره 8 سنين تانية ابتدائي والبنت في تالتة ابتدائي يعني برضو تانية ابتدائي وانت شطور كده وفاهمه وعارف ممكن لما بنجيب عيل كده ونحكي له قصة أو حدوتة بيفهمها الحدوتة بتاعتك صعبة قوي إن ابنك يفهمها أو يحسها صعبة قوي إن احنا نحكيها لبشر صعبة قوي إن احنا نعمل الكتاب بقى لو هنعمل كتاب عن العنف البشري ده انت أول قصة وأول حدوتة هتتحط فيه وهنبدأ بقى نحكي حدوتك اللي ممكن لو شفت كمية التعليقات اللي ممكن تصفق باسم ممكن نعمل من كمية التعليقات دي كتاب تاني عشان نقول دي السيدة الجاهدة اللي بدون قلب أنت فهمة يعني إيه بدون قلب الحيوان لي قلب بيحس بيزعن بيفرح بيخاف لكن أنت بدون قلب دي يعني دي ده حبة أنا أقول لك وحبني ده أخير قبل ما خلص البس المباشر بتاعنا هنا على موقع أهل مصر بقول للزوج فين حق أولادك أنت ما جبتش حق أولادك ربنا اللي جاب لك حق أولادك أو ربنا حماهم حافظ لك عليهم في الثانية الأخيرة في آخر ثانية كان خلاص ابنك رايح ربنا حافظ لك عليه تقول لي القانون ياخد مجرى واللي سمعت إنه كان بيبكي طب بتبكي على مين عليها وعلى عشرتها التمان سنين اللي عيشتهم معاها وصممت على الطلاق معاك أكتر من مرة وكل مرة أنت تدادي والدادي وهي تقول لك لا أنا عايزة تطلق وإنت عارف وإن عارفة هي عايزة تطلق ليه ده كفاية أنك عارف هي عايزة تطلق ليه وإنك ما تجيب لهاش محامل كفاية أنك تبقى عارف هي أنت أخدت بنتك منين من عندي مين وما تجيب لهاش محامل تجيب لابنك محامل مش ليها هي أنا قصدي يبقى محامي ضدها كفاية أنك تبقى عارف ده حق أولادك هتطلع لك بعد عشر سنين وما يبقى هي معاها ثلاث محامين وإنت ما معاكش ولا محامي لابنك عشان تاخد أولادك في حضنها أنا وحض أنا بقول لك أنت كنت مع سيدة بدون قلب سيدة لو جبت واحدة من الشارع هتربيه لك عيالك وهتحبهم وهتكون أحن على أولادك من اللي كانت اسمها أمهم دور على حق أولادك دور عليه وبأكل لك دور عليه ما تدورش على قلبك ولا مشاعرك ولا تفكر فيها واحدة بعيتك من ثلاث سنين وصممت على الطلاق وأنت عارف ليه والكل عارف وأنت قلت زميلي عارفين وكل اللي حواليك عارفين مش أنت بس جبت بنتك منين وأنت قلت جبت بنتك منين برضو يبقى هتحق أولادك السيدة دي أفعى لا تستحق أن هي تكون أم خلي بالك من ولادك وهاتحقهم ده آخر كلمات ممكن أوجيها ليك وأقول لك ربنا يعينك عن اللي جاي المشوار طويل خلي بالك من ولادك شكرا المتابعين الكرام متابعي جريدة وموقع أهل مصر في كل مكان كانت معكم سعادة ديب من محافظة بورسعيد اشتركوا في القناة